وننوي إلى هذه العواجل بناء على الخطاب الذي أدل به عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس يصف مقترح الصفقة الأخير بالمتوازن ويؤكد على إمكانيات تطويره ما يزال هذا المؤتمر الصحفي لبني جانس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي مستمرا في هذه اللحظات في تل أبيب ويقول أنه يمهل نتنياهو حتى ثامن من يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها في هذا المؤتمر الصحفي يضع ربما حدا زمنيا لنتنياهو حتى الثامن من يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها وكذلك تحدث عن أن الصفقة التي عرضت يمكن تطويرها وبأنها صفقة مناسبة أو مقبولة وكان في حديثه للصحفيين قد حدد ست نقاط جوهرية يعتبرها أولوية مثل إطلاق صراحة الأسرة والقضاء على حماس والسيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة وإنشاء إدارة دولية بديلا لحماس وإعادة النزحين والتطبيع مع السعودية